هو الاحتجاج اليوم احنا امام مقر عملة اقليم ديوناء المهنين في قطاع سيارة الاجراء اقليم ديوناء محتجين امام مقر العملة لصد باب الحوار ولعدم تجاوب العملة مع مطلب اساسي اللي هو طلب الجلوس الى طاولة الحوار لمناقشة المشاكل للقطاع على مستوى الاقليم للأسف ما كانش تجاوب كانت وعود غير غادي نشوفوا الاجوندا ديال العامل ديال المسؤولين ومرت ثلاثة شهور والقطاع يعني في هاد المنطقة كيعيش وحاد الظروف قاهرة ما كنش مجال تلتنقل ما كنش مجال فين يشتاغلوا رغم الاكتراء ديال العداد ديال سيارة الاجراء بالاقليم وحنا كان عارفو اليوم مدينة الدربدة يعني تزحف امام هاد الاقاليم اقليم النواصرة اقليم ديوناء اقليم المحمدية انفروض العمال في هاد الاقاليم يوجدوا ارضية مناسبة للنقاش يعطيوا تصور كيفاش غاي يخلقوا من هاد المجال كيفاش غاي يخلقوا واحد المجال ديال الاشتغال في الاقليم خاصة اقليم ديوناء لانه منطقة استراتيجية مهمة للأسف اليوم والمهني في قطاع التاكسي خاصوا يحتجوا عادي التحاور عادي تحلوبها بالحوار وهذا ماشي يعني ماشي اسلوب ماشي سلوك انفروض العمالة خاصة تكون منفاتحة امام المهنيين وده هو سبب الحضور ديانا اليوم لانما كنتشوفوا الاشكال ديال العلاقة ديال الحوار ما بين العمالة وما بين المهنيين للأسف ما كيعجبناش الحال يعني كيف كان عارفو اليوم الكينة ازمة اللي كتعلن عليها الحكومة المغربية اجهزة الدولة المغربية ناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية عيش ازمة اقتصادية اجتماعية ولكن الجهاز الحكومي اللي هم العمالة والولاة ما منفاتحينش عندهم منعام زين لسد علي الباب ديالو ركيقا لكن شو كيقول بانه والعام زين اللي عم ماشي زين ولكن غلاء المعيشة القهر الحقراء جميع الانواع ديال الممارسات اللي كتتمارس على المواطنين والمواطنات خاصة في هذا القطع هذا قطع حيوي مهم مقصي من الحوار مقصي من اللقاءات اللي كتبرمج لمناقشة المشاكل ديال النقل والتنقل الى غدا لا نستبعد هذا الامر انه تبدأ الاشغال ديال تراموايف اقليم النقل الحضاري يتوسع في كل مرافق ديال الاقاليم خاصة اقليم ديولا اذا اين تموقع قطع الطاكسي فين غي يخدم فين غي يشتغل وهذا هو السؤال اللي غايت تطرح واللي طالب الاخوة المين يطرحوه على السيد العامل او من ينوبوا عنه باش يشعبوهم فين غادي يشتغلوا هاد الناس واش عندكم استراتيجية واش عندكم تصور واش كين برنامج وحنا غايت بقواحلين احنا عافل اللقاءات نطلبوا لقاء طلب اللقاء طلب تذكير طلب هذا هذا سلوك غير مقبول وهذا ولد الاحتقال وكيف ما هو شاهدته لاخوان راباته ليلة كاملة في العراء لكن للأسف خص تدخول السيد العامل لكن اعرفوا لي انسان كيتجاوب ولكن للأسف فهذا الحلاء مش بناش تجاوب بطبيعة الحال وكما قلت الامر المستعجل لكي يعانيه منه الاخوان هو مع انهم توقفوا عن العامل ما بقاوش لقين فين يخدموا يعني السلطات المحلية الواسية على القطاع التي تسنوا الضوابط القانونية المفروضية لكي تفتح نقاش وتقول لهم ما في غا تشتغلوا هالكيفية هالعمال هالبرنامج مخصومش يقول لهم المهانيين يعني ما عندهم سلطة القانونية باش غادي وفرر نفسهم فين يشتغل السلطة المحلية الدور ديالا الى شافت ان القطاع ولا عبأ تقيل عليها ما تحيل القطاع لو وزارة النقل وغلوشيستيك وتخيلت هنا من هاتنا وما ديك ساعة الوزارة من فاتحة الحمد لله كتتعامل مع جميع القطاعات كتتحل المشاكل ديالهم المفروض ان هات القطاع مدام باقي تابع الوزارة الداخلية خاصة تحل المشاكل ديالهم غلاف اسعار المحروقات ما بقيتش الخدمة فين غان نخدم والله وعلم يدى الناس متوقفين هالعمال كيف يفضلوه انه ماذا حسب قول ديالهم انتها تسمعوا كيقول انفضل انني نبقى محتاج ولا مشي نخدم لانا ما كينش فيه نخدم الله غالب ما كينش فيه نخدم النقل السيري حديت ولا حرج خدام تيت وسع بدون تدخل للأسف فأنا القانونية فأنا هو القانون القانون مفروض خصومهم وما يتحزمون لأشن طلبوا منهم يحاربوا النقل السيري خصومهم واسير الطريق ها اقليم مديونة حديت ولا حرج النقل السيري توسع ولا تدخل ناعسين سادين عليهم البيروات خاص عمومي في انتيبانو عيف الاحتيجاج من اللي تيجي تيكون شمطلب اساسي من اجر رفع الضرار والحقراء والتهميش كيواجههم بالزرواطة باننا احنا نرى اللي دورنا حنا كنشوفوا كين مسؤولين اللي باغين يتواصلوا يعني كين الباشا يمكن وقيد لانه يكون حوار ولكن بقي لحد الساعة ما كيش تجاوب للحوار جدي ومسؤول يكونوا في جميع المتدخلين بما في جهاز درك الملكي الامر الوطني لانه مملي عندهم علاقة في التنقل المؤسسة المنتخبة مزاليش للزماعات لانه محطات لا انارى لا طرقات مصلوحين عاد سلطة المحلية حول يعني المضامين القرار الهاملين واشغيكون في تحديل واشغي نقادوه على حسب المطالب دي المهنيين هاش كيطلبوا المهنيين احنا غنوفروا لهم وانه نقشون خرجون توافقين باش هد الناس يخدموا وهما مرتاحين وبكرامة وقدامين بخير وعلى خير دول مطلب اساسي